بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم أسرة وتاريخ أسرتنا لهذا اليوم أسرة آل حادي هذه الأسرة الأصيلة التي وفدت إلى مدينة الموصل في بدايات القرن التاسع عشر وسكنت في داخل مدينة الموصل في مركز مدينة الموصل وأيضا في الملاطق القريبة منها هذا ما سنعرفه من خلال أبناء هذه الأسرة الكريمة وبداية نترك الحديث للشيخ فيصل الحادي أبو سعود فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أولا الرحب بالدكتور والوفد المرافق وقناة الموصلية رحب بكم أجمل ترحيب في مضايف ومضارب قبيلة العقيدات في قرية العريج ناحية حمام العليل الكائنة جنوب الموصل شكرا جزيلا قرية العريج تتكون من 1500 بيت وعدد سكانها 22 ألف نسمة وتعتبر هي العاصمة عاصمة العقيدات بالنسبة لقبيلة العقيدات لها امتدادات في كافة وأغلب أقطار الوطن العربي امتداداتنا كقبيلة وأشيرة البوليل امتداداتنا من سوريا لأنه مركز العقيدات هو في سوريا في دير الزور محافظة دير الزور والحسكة وأدلب وحلب وحموص والشام فأغلب قبيلتنا هي تواجدها في سوريا بالنسبة لمشايخنا في سوريا تربطنا علاقات وثيقة على عبر مئات السنين وكانت الزيارات متبادلة عندما كانت الظروف طيبة الهفل شيخ عبود الجدعان الهفل كان يزور والدي وكان والدي يزوره وكان يزورنا حتى في عدد ذكر أنا بالستينات كان الشيخ عبود الجدعان الهفل شخصيا يزور قرية العريج وبقية قسم من أعمامنا في الموصل أنه عندنا أيضا الدندل مشرف الدندل اللي هو المشيخ العام للدندل في العقيدات أما الهيال فأحنا تربطنا علاقات مع عمامنا الهيال لأن امتداتنا كالبوليل لأن احنا بوليل تربطنا ويا الهيال احنا عموما من جد واحد اللي هو جدنا الليل حمد البشر والحمد لله لا زالت العلاقات مستمرة والتواصل موجود بينا أما في الأردن فيوجد في المفرق والزرقة خلال زياراتي إلى الأردن المملكة الأردنية الهاشمية تواجد أبناء عمواتنا متواجدين في في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات فالحمد لله لحد الآن متواصلين معاهم وفي تركيا أيضا ادنى عقيدات كانوا يزورونا وجابوا نسبهم وكانوا أخواني طيبين اللي هم بديار بكر وماردين وقسم من المحافظات تركيا أما داخل العراق امتدالات قبيلة العراقات تبدأ من البعاج قضاء البعاج إلى محافظة كربلاء ومحافظة واصل نبدي من البعاج اللي هم السواجيين والقرعان والبقية والمدفع وقسم من جماعتنا البليل متواجدين في قضاء البعاج وفي تلعفر عندنا أخواننا وابناء عموتنا في تلعفر وهم بليل ونزولا إلى الموصل وفي عوينات أيضا عندنا عيادات وهم بليل في محافظة نينوة وفي محافظة جديدة وحية ثورة عمامنا الهقوري ورأس الجادة والمعمون والشهداء وهم عموتنا متواجدين بهذه المناطق ونزولا من محافظة نينوة اللي هي مركز الموصل عدنا عمامنا على قرية الأخبيرات اللي عمامنا عموتنا تقع غرب الموصل وفي الشبان عدنا اللي هي تلعبطة متواجدين قصة من عمامنا وهم بليل أما في ناحية حمام العليل واللي هي أغلب أغلب العقيدات تواجدها في جنوب الموصل نعم إحنا العقيدات جنوب الموصل إحنا 35 قرية عقيدات نعم ابتداعا من من الأبيض وكافور والزفتية سنانيك الخرار الخربة اغنيطرة طاق طاق المعيبدي القصر اللي تقع القصر طبعا تقع شرق الموصل اللي هم عمامنا باخيرة لزاقة الكرامة تل الذهب تل الهشم الخرار ذكرناها القاهرة اللي هي احنا عدنا قاهرتين قاهرة بالعريج والأخرى تقع جنوب العريج الزفتية ما ذكرنا الزفتية مخزقة اللي هي جنوب الموصل القربة قضاء الحضر اللي هم عمامنا عدنا حسونة متواجدين عمامنا هناك والحمد لله تربطنا علاقات وثيقة طيبة مشاكلنا انحلها بيناتنا والحمد لله احنا من الناس القلة اللي عدنا مشاكل نسبة الى بقية العشاء الحمد لله والحمد لله وهذا فضل من رب العالمين نعم شكرا الجزيل للشيخ ابو سعود البوليال هذه والحقيقة من خلال حديث شيخنا شيخنا الجليل تأكد لنا بان هذه الاسرة كما ذكرنا هي تقع ضمن الهجرات الاخيرة للعرب التي كانت في بدايات القرن التاسع عشر يعني مع بدايات عام الف وثمانمائة الى مدينة الموصل وايضا ايضا من خلال حديث شيخنا الكريم ان هذه العشيرة والقبيلة قد سكنت قمع قلنا داخل مدينة الموصل وخارج مدينة الموصل يتشكل نسيجا اجتماعيا الحقيقة بيدنا الان ايضا مشاهدي الكرام الاستزادة في جانب الهجرة وتاريخ هجرة هذه الاسرة والعشيرة والخبيلة الكريمة الى هذه المنطقة وطبعا كما هو ايضا معلوم مشاهدي الكرام كانت الهجرة لاسباب سياسية واسباب ايضا اقتصادية شملت معظم القبائل والعشائق التي جاءت الى هذه المنطقة من بينها الاسرة والعشيرة والقبيلة التي نحن الان في ديوانها الان اترك الحديث لالاخ عاصي الحجاجي عضو رابطة التاريخ وتوثيق علم الانساب هذا الرجل هذا الرجل وهاجر الى بلاد الشام ومعه فرسانه وابنائه هاجروا معه والامير محمد البشر العلي عندما شد الرحال على دير متجها الى دير الزور انشت بعض الابياد بجبل حايل وجد الريف محتاس ترتع بها القطعان دب الايامي وانصاح صايح ضحا وارعب الناس حن متولميل له ولامي ظلت الجموع تايهم آلها راس بعد الامار مسنعت الجهامي يا قصر برزان ريتك بهدم الساس بعد الضياغ مريت حالك اهدامي بعد الضياغ مريتك لا شوف بناس بس البوم داوم لك دوامي عمي صحن ما من دون هالياس مذري قدروا بي لول الايامي صحن العل الشال للخير رفاس بس يفذري شاضيات العظامي شديت بظهور الحدب والناس قطاس وانجوم جدي بنحور نا من امامي لا تلتفت الدار ما ظل بهو ناس راح كنت ظلهم وتنامي طبيت واد الزور واستقبل الناس بكل الهزة تمامي هناك حط الرحال وهناك لحق به اسم ليل لأن نزل ليلا هو ما كان يحمل اسم ليل محمد البشر العلي ولحق به اللقب محمد الليل من ذاك التاريخ ومحمد البشر هو جد البليلة 13 وكان حط الرحال شرق دير الزور شرق دير الزور واستقبل العشائر اللي هاجرت قبله أيضا من جبال عقضة وهضبات عقاد من حايل واستقبلوه بالترحيب وهذه العشائر كانت عشائر هاجرة من النجو والحجاز ومحمد البشر أيضا هاجر إلى دير الزور بناحية الصور ضوط على نهر الخابور وكان باستقبال العشائر اللي بسيطة وتحالف مع اللي نسح قبله من حايل من هضبات وجبال عقدة وقرية عقدة الأبية الموجودة من 10 كيلو من امتداد إلى 25 كيلو عن حايل مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام عودة جديدة وطبعا قبل الفاصل تحدث لنا السيد عاصي الحجاجي تحدث الحقيقة لنا عن طبيعة العلاقات التي كانت تسود العشائر والقبائل العربية أبان تلك المرحلة لا سيما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وطبعا كانت هذه مسألة طبيعية وطبعا كانت من بين الأسباب التي حدث بهذه القبيلة وعشائرها وأيضا أسرها أن الحقيقة تنتقل وتهاجر من تلك المناطق وطبعا بيودي أيضا هنا مشاهدي الكرام أن أضيف بأن هذه القبيلة الكريمة كان لها كيان دولة سياسية يعني الرشيد كلنا نعلم أنه كان لهم إمارة ودولة تم تقويضها في نعم في التاريخ المعاصر طبعا كما هو معلوم هي الحقيقة إمارة آرل رشيد تلك الإمارة التي كان لها تاريخ في بلاد نجد والحجاز فضلا عن باقي المناطق وأيضا تحدث الشيخ أبو سعود وكذلك السيد عاصي الحجاجي عن الهجرة وكما ذكرنا كانت هذه الأسباب التي ذكرناها فضلا عن هناك أسباب أخرى كان من بينها أيضا كما ذكرنا أسباب سياسية واقتصادية حدث بهذه الأسرة أن تفيد لهذه المنطقة وكما ذكر لنا أيضا الشيخ أبو سعود أن هذه القبيلة والعشيرة والأسرة عندما أتت إلى الموصل كما قال سكنت في مدينة الموصل داخل مدينة الموصل هناك حتى أحياء لا زالت باسم هذه مدينة نعم منطقة الإعجادات وغيرها أيضا من المناطق في جانبي مدينة الموصل الجانب الأيمن والجانب الأيسر وحتى يومنا هذا فضلا عن القرى المحادية لمدينة الموصل ومن بينها المنطقة التي نحن الآن فيها ونتحدث من خلال ديوان الشيخ فيصل الحادي أبو سعود أبو ودي الآن مشاهدي الكرام أن أنتقل بالحديث إلى الشيخ ساري السليمان طبعا إمام وخطيب ليحدثنا بذات النهج فليتفضل مشكورا الحمد لله الذي بيده الملك الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض من أجل إعمارها بالعدل ورفع الظلم وهو الذي جعلنا بحكمته شعوبا وقبائل لنتعارف حيث قال جل وعلا في محكم كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين المبين بقوله صلى الله عليه وسلم خير المؤمنين الذين يألفون ويؤلفون الذي أمر بأن تعايش جميعا تعايشا سلميا أراده الله تبارك وتعالى لنا أن تعايش سلميا مع جميع من يعيش معنا على اختلاف دياناتهم وأعرافهم ومذاهبهم فقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الرائع أن من يعتدي على أهل الذمة وهم غير المسلمين الذين يعيشون معنا مسالمين من أهل الكتاب تعهد بأنه سيكون حجيجه يوم القيامة وكذلك ورد في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه من آذى ذميا لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بفضائية الموصل الغراء وكادرها وإدارتها التي قدمت الكثير لأهل الموصل وهي تنقل وتظهر ما يعانون منه مرحبا بإعلامكم الهادف وخصوصا برنامج أسرى وتاريخ وأنتم اليوم في مضارب قبيلة العقيدات في ناحية حمام العلي القرية العريج وأنتم تظهرون للعالم أجمع أهمية ودور القبائل العربية العصيلة في مقاومة الظلم والاضطهاد والدفاع عن الأمة وحياظها والحفاظ على أمجادها وتاريخها العريق وتظهرون الافتخار بمجالسها العربية التي كانت بمثابة مدارس لتعليم الرجال التحل بالفضائل والتخل عن الرذائل وتعلمهم الرجول والأمانة وحماية الدخيل ونصرة المظلوم وإكرام الضيف إن لقبيلة العقيدات مآثر جمة وكثير لا تحصى ولا تعد وهي كأخواتها من القبائل العربية التي كان لها دور عظيم في الدفاع عن شرف الأمة إن هذه القبيلة لها ميزة خاصة ميزتها الأولى أن ولاؤها لله ولرسوله وللوطن لا يعطى ولاء هذه القبيلة بسهولة لا يعطى إلا للمخلصين لمن يذودون عن وطنهم وأمتهم ولهذه القبيلة امتدادات كثيرة منها في دولة الكويت الشقيقة في منطقة الجهراء وفي دولة السعودية ودولة البحرين وفي سوريا الشقيقة البلد العربي حيث كان أبناء قبيلة العقيدات في القطر السوري العربي الشقيق كذلك لهم مآثر عظيمة وكبيرة ونذكر من رجالاتها العقيد رمضان شلاش الذي قاد معركة ضارية ضد الاستعمار الفرنسي وكذلك من مآثر هذه القبيلة أن قرية العريج أيام الاستعمار الإنجليزي كان من دأب الاستعمار ومن توجيهاته أن ترفع القبائل الرايا البيضاء لكي تكون في مأمن من مدافعه ولكن أبى أبناء القبيلة ألا يسلموا ولا يرفعوا الرايا البيضاء فاختصوا بهذه السمى ولم يرفعوا الرايا البيضاء وضربت القرية بالمدافع في ذلك الزمان وأعطت القرية شهداء أذكر منهم أحد أعمامي هو الشهيد شيت الياسين السلطان رحمه الله ولهذه القبيلة نصيبا كبيرا من الشهداء في تاريخ الأمة الماضي خصوصا في فلسطين ذلك البلاد المنهوب والمسلوب حقوقه ولقبيلة العقيدات منطقة خاصة في مدينة الموصل كذلك من مآفر هذه القبيلة انفردت بها دون القبائل الأخرى في مدينة الموصل هناك منطقة تسمى بمنطقة هذه القبيلة تسمى جوبة العقيدات أو منطقة العقيدات وكان لأهل هذه المنطقة دورا بالزا في طرد الإنجليز وسجلت هذه القبيلة وهذه المنطقة قبيلة العقيدات أخيرا موقفا لا مثيل له نادرا جدا في الحفاظ على المنشآت الموجودة في عقار أهل هذه القرية أيام الغزو الأمريكي كلنا يعلم أن الناس توجهت إلى النهب والسلب من البنوك ومن الكليات والمنشآت الأخرى التي هي ملك عام وإيمانا من أبناء هذه القبيلة أن مال الدولة هو كمال اليتيم حافظوا على جميع المنشآت التي هي في عقار هذه القرية منها معامل سمنت حمام العليل المعمل القديم والمعمل الجديد ومحطتين للكهرباء ومستودع غاز حمام العليل ومستودع نفط حمام العليل وكان هذا إيمانا منهم بأنه لابد للعراق أن ينهض يوما وكان كذلك لأبناء هذه القبيلة في التاريخ الحديث في القطر السوري العربي معركة انفردت بها هذه القبيلة بمعركة واحدة أعطت هذه القبيلة ألف شهيد مع العصابات الظلامية الإرهابية الدواعش أعطاها أبناء عشيرة شعيطات من قبيلة العقيدات في القطر السوري العربي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى حضن الأمة العربية وكذلك من رجالات هذه القرية المرحوم أحمد الهواس من عمامنا من عشير تضريفات كان له مآثر جمى في مقارعة الاستعمار الإنجليزي وكذلك من عمامنا الهقوري في مدينة الموصل لهم مآثر في هذه القبيلة منهم عنتر الساري الذي هو من الهقوري منطقة في بغداد تسمى ساحة عنتر والناس لا يعلمها أكثر الناس لا يعرفون هذه الحقيقة عنتر الساري هو من بيت الهقوري رجل مكرم للغاية في الزمن القديم قام ببناء خيمة أو بيت شعر وبدأ يطعم الفقراء حتى سمع به أمراء الحجاز في ذلك الزمان وأرسلوا من يأتيهم بخبره وخبر كرمه وعندما ثبت ذلك الخبر عندهم يقيناً أرسلوا إليه مجموعة من الهدايا الآن هي محفوظة عند عمامنا أبناء الهقوري في الموصل ومنهم المرحوم محمد الموسى كان له دوراً عظيماً في الدفاع عن حياظ هذه القرية وكذلك المرحوم الحاج محمود الطاهة الذي هو جدي قام بالتبرع ببيته وبناء جامع الأعريج الذي الآن نجلس بجواره جامع الأعريج القديم هو للمرحوم الحاج محمود الطاهة السلطان رحمه الله وأخيراً هذه القبيلة متعاونة مع جميع القبائل المجاورة في حل النزاعات العشائرية ولها حضور واسع في مجالس الصلح وكذلك لها حضور واسع في الدولة ولها رجالات كثيرة يعملون في جميع المجالات وفي النهاية لا بد لنا أن نقدم وافرة شكرنا لكادر الموصلية على مجيئهم وتحملهم عناء السفر إلى حياظ هذه القبيلة ونقول لكم حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً وتبوأتم من الجنة مقعدة ونشكر الشيخ فيصل الياسين الحادي على استضافتنا جميعاً وجزاكم الله خيراً شكراً جزيلاً للشيخ ساري سليمان على هذه الكلمة الجميلة الآن بود مشاهديه الكرام أن أنقل الحديث للسيد أحمد فاضل الحادي لاستكمال الحديث فليتفضل مشكوراً في البداية بسم الله الرحمن الرحيم نرحب الشيخ بجميع الحضور ونرحب بحضرة وهذا الاجتماع فعندي مآثر أريد أقولها بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصائناه في إمام مبين صدق الله العظيم كم هي المآثر لأسرة آل الحادي ولضيق الوقت سنقتصر على أهمها أبان الاحتلال البريطاني لعراق وعند دخول القوات البريطانية إلى قرية العريج لم تستسلم القرية وترفع الرايا البيضاء مما أدى إلى ضربها بالمدافع وقد استشد أربعة ويصيب عدد آخر وقدياد الشيخ ياسين الحادي رحمه الله إلى المعسكر في حمام العليل وتم وضعه في حفرة لغرض إعدامه وعند تصويب المدفع نحوه لغرض التنفيذ ازداد عنفوانا وصلابة وعند رؤية الحاكم العسكري لهذا الحال أمر بإيقاف التنفيذ وإطلاق صراحه وإعادته إلى عشريته ثلاثة أبان الاحتلال الأمريكي للعراق وتخريب ونهب كافة المنشآت الحيوية في المحافظة كافة حيث كان هناك خمسة منشآت حيوية في المنطقة لم يستطع أحد من التقرب نحوها حيث تم حمايتها من قبل أبناء المنطقة ومن الشيوخ وأبناء العشيرة كافة أربعة قبيلة العقيدات التي ستسكن هذه المنطقة كانت نقطة تواصل بين مناطق جمنوب وشمال الموصل وكانت محطة استراحة وضيافة بكل معانيها خمسة قبيلة العقيدات حالها حال القبائل الأخرى العربية لا دور كبير في فضل النزاعات العشائرية وتأوي من يلجأ إليها وبالأخص في حالة القتل والدم وتقوم بالمهام المطلوبة لهذا الغرض وإجراء الصلح بين القبائل المتخاصمة في جميع أنحاء المحافظة وخارجها ست قبيلة العقيدات لها علاقات طيبة وحسنة مع كافة القبائل العربية المحيطة بها ومنهم قبيلة جبور وبني حمدان وقبيلة الهيب وعشيرة البحمد وعشيرة الببدران والعبيد والحديديين وجميع القبائل الأخرى سبعة قبيلة العقيدات تخرج منها ضباط عسكريين وبريتب متقدمة وضباط شرطة ومهندسين ومحامين ومدرسين ومعلمين وبقية الوظائف الأخرى مشاهدي الكلام الحقيقة نشكر السيد أحمد الفاضل الحادي عن كلمته هذه ولازمنا الآن مشاهدي الكرام في ديوان أسرة آل حادي التي تعد زعيمة لهذه العشيرة ولهذه القبيلة وطبعا بهذه المناسبة ودي أن أنقل الحديث إلى السيد ياسين عقادي أبو طاها أيضا نريد تحدثنا أبو طاها عن بعض القصيد فضلا عن ما ستجود به فتفضل على ظوم سولف الأخ صلاح الحجي وأخوي الملساري وتحدثوا إلى القطر العربي السوري اللي هم عمامنا غبيلة العقيدات ما أكملوا بعض الكلمات لأنه الوقت ما يسمح لهم نعم هاي الغبيلة عندما كانوا احتلوا من قبل الفرنساويين ومن قبل الإنجليز مرتين احتلت هذه الغبيلة نعم أبناء هذه الغبيلة الطيبة سووا تاريخ وكل التاريخ موثق عدكم وتعرفون انتم كله نعم فشار رجل منهم اسمه سند وقلوله ربعه فخذ من العقيدات سمونهم العنابزة وهو العنبوزي فشان دور هذا الرجل يعني متجه والمعركة مشتغلة مع المحتل والعربة اللي موجودة هناك ابناء العشائر هم عاونوا قبيلة العقيدات فهذا الرجل المقبل عليه طيارة وكان اسلاح ما له ذاك التاريخ اسلاح ما هذا الحديث بسيط شان فنخوه قالولو ابو سند هاي الطيارة جد تقدر توقعها قال إن شاء الله نوقعها واني بن الابرز فقعد بالقاع ومد البندغية على الطيارة غربها فعلا صاب الطيارة فهوت بالمي وقعت الطيار وقع بالبرشوت بالفرات فهوس هذا الرجل عليه وركضه معه للشباب فعلى هذا الوقع يقول ربع دوم منسين البر مسقين العدوان من المر ربع القاتل الحريجية بالحلم عالي ونار تسعر جدت الطيارة من تالي مكتوبة على الباب العالي وين ابرز وين اهل عيال يجيب الرشاش من احنا نبيها وانذبح الكفار البيها الطيارة بالمي وينرميها ونطلع منها خنزير ابتر ربع دوم منسين البر مسقين العدوان من المر ربع القاتل حريجية بحمل عالي ونار تسعر لأهل هالتي وهل هالنالش وحن جمالش نوخ نالش نعم نعم شمص بينش تنالش بل بارود دماغ منثر لأهل هالتي يا عم والجمع اللاقان زم والبارود احنا نشتم وريح خضير بلقوات الشر جيتك بالزرق المنقوش وغانتها مثل الشوش والله ما مدهل تنوش وتذي عظم الساق منثر لأهل هالتي وهل هالنالش وحن جمالش نوخ نالش شمص بينش تنالش بالبارود دماغ منثر لأهل ألتي عقيدية وإحنا العشرة قابل مية لعيون الطرق مهبرية وصبح باب الدير مكسر خبال الجاعد بالرجل أحصان بطوق وبوش برجله والله مسويل دجلة ومذبح ضباط العسكر مشرف هو وسط مشرف الدندل مشرف هو وسط مع العائل ويعدل منعدنا مايل ما يذبح بس غير الحائل ويقل لها بسمن وسكر فهي الهوسة ربعدهم منسين البر مية وثمانين مغفل فتخلص العدو ما تخلص الهوسة فجزاكم الله خير السيد واني خادم وممنون وقدم قبل الخلاصة بيت زهيري للسيد على زيارته لنا من عندي هدية هذا انت لو مطيب ما تجي وتواصل الناس بهاي الطيبة اهلي اهلي اقول الطيبة الذات الطيبة الذات اللي اجيت عليك اعتاب من زين ملقات حس انك تزور اعتاب ما يوم بطل ولا عن المدام اعتاب جفنا المتيم على الشفجين ويهلي اللي وصلكم اهلال العيد ويهلي ريت الارحيب تلقى الضيف ويهلي لا من رجال اللي ولا عدال اعتاب مشاهدي الكرام حقيقة نشكر السيد ياسين العقادي عن هذه الكلمة الطيبة وعن القصيد اللي قصده وطبعا بيودي ايضا نتحدث كدالة تاريخية هي في عام 1920 عندما تغير الانتداب وتحولت فرنسا الى انتداب سوريا حقيقة كان هناك وقفة كبيرة لأن بعد ان اسقطت الدولة العربية الاولى اللي كانت الحقيقة برئاسة الملك فيصل اصبح للعشائر دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي فكان من بين هذه الادوار المجرفة هي للقبيلة التي نحن الان في ديوانها والان الحقيقة ننتقل الى مسألة اخرى هي حاجة الدولة لهذه القبيلة وهذه العشيرة وتحديدا هذه الاسرة الكريمة لاستثباب الامن في جنوب الموصل نترك الحديث للسيد يونس ايوب عيسى للحديث عن دور هذه القبيلة وهذه العشيرة وهذه الاسرة في استثباب الامن في جنوب الموصل فليك فضل بسم الله الرحمن الرحيم اضافة الى ما ذكره الشيخ فيصل والوجوه الموجودين انه العشيرة العقادات عشيرة تمتلك قوة وتمتلك محط ثقة وعليه من كان الموصل على شكل قلعة وكل جهة موجود باب ارتأوا انه يختارون عشيرة ذات باء السديد ومحط ثقة فكان الاختيار على عشيرة العقادات العشيرة العقادات اختاروا لها تقريبا جنوب الموصل اللي هي هسه موجود باب لقش واقرب شي حتى الحد الان اكونا السكن اللي هم هسه محلة العقادات جوبة العقادات يسمونها من تنزل ايضا تقريبا هسه احنا لزاقة العريج والقرى اللي ذكروها الى ما تصل تقريبا الخبيرات كل تقريبا قبيلة العقادات موجودين هنا إذن هم البسرايا البودليش البوليال البخابور الضريفات كل يثم هسه تقريبا مساكنين هاي المنطقة اللي هي تقريبا يعني جنوب الموصل ومع ذلك مو بس بذلك الوقت حتى الحد الان للعشيرة هاي لها مآثر ذكروها قسم من عدهم والحد العصر الحديث وقت يعني تقريبا الاحتلال حافظوا على المشاءات ومو بس هذا ايضا حتى بعد الظروف اللي صار بها الموصل بعد تقريبا الدواعش واتطهرت المدينة هاي العشيرة الوحيدة اللي مثل ما ذكروا والإخوان حافظت على كيانها وما صار عندنا اي مشاكل ومع انه اكو عشائر عندنا مختلطة ومع ذلك يعني ما ظهرت اي مشاكل تذكر وذات حقل وعندنا ناس موجودين ربعنا الحادي يجمعون العالم هنا واكو اتفاق بيناتهم تقريبا متداول على المسائل العشيرة ووصل اول امور تقريبا في وضع استقرار ومحط قدوة لبقية العشائر وقبل ما نختم اكو هم قصيدة يسعفنا بيها اخونا ابو طاها عندما كانت فعلا العشيرة محامية جنوب الموصل احد العشائر اللي هم وشمر من جموة ويبتصلوا تقريبا من عرفوا العشيرة العقادات تراجعوا بعد ما تعرفوا على العشيرة اللي موجودة عرفوا ان هذه العشيرة ذات ثقل ومن الصعوب انه يجاوزونها شكرا جزيلا للقناة الموصلية ووصولكم وتواجدكم ويانا مشاهديا الكرام نشكر شكرا جزيلا لسيد يونس ايوب عيسى عن كلمته هذه والان عودة الحقيقة السريعة للاخ ابو طاها للحديث ايضا استكمالا لحديثه فليتفضل مشكورا فعندما تحدث اخويا ابو محمد على هذه الغبيلة عندما كان شمر في ذلك التاريخ تاخذ من الغبائل خاوة فجمع على هذه الغرية ذكرها الرجل ابو محمد فطلع المتقدم بربعنا اللي كان موجود غدوتهم كبيرهم بالعمر فوقف ودحق على الجمع فقال حن الضياق من حمول اجدادنا عمر وعرار واللي اضحم حربنا نسقيه من كاس المرار فالكبير اللي بالجمع قال انكفوا عنها ذول الناس ذول ما يمطون شي بالهين وذول ابناء عمومتنا فاكتفوا عن هذه الغبيلة ومش هوا ما اخذوا منها خاوة شكرا جزيلا نبو طاها على هذه المداخلة الآن مشاهدي الكرام ننتقل الى السيد اسماعيل محمود العقادي وطبعا هو عضو الاتحاد الودباء المقر العام تفضل ابو برجان بسم الله الرحمن الرحيم في البدء لا يسعنا الا ان نشكر قناة الموصلية وكادرها وعلى رأسهم الشيخ غازي فيصل المحترم وارحب بالدكتور احمد محمود البجاري شكرا على هذا البرنامج القيم والأبدأ حديثي عن الشيخ ياسين الحادي رحمه الله ورعاه كان ياسين الحادي يمتاز رحمه الله بالشجاعة والكرم والعدل والإحسان فعندما جمعت المعلومات القيمة عن هذا الشيخ الجليل ألفت هذه القصيدة عندما اقتادوا القوات البريطانية إلى الاعدام ومارج فتعيونه ولا كان في نهاية الرجولة المتميزة آنذاك قلت الشيخ ياسين الحادي كان قرم المراجل مايدان الهدايا حكموها الإنجليز بالمدفع اعدام افتل السبات مارج فتعيونه ولا أعرف فتصايا بريطانيا العظم حسبت له ألف حساب بحبس السراي وموثق بالحديد وكثفوا عليه كل الحماية لفاها الفرج من رب العرش من فوق طلعت هدرس بالحديد برفاعي مثل جمل اهديب وتبسم عن رعاية هرقلوا لجمان من الخوف وكفوا بل استعداد الدول والتحايا هذا برفاعي يوم صار الكون بين الفريجين سحب سيفه حتى يأمن الربع وحماية يا برفاعي وصل صيتك لبن سعود والسودان والليبيا ولبنان وللردن وعمان والمصر الكنانة والسطنبول والحلب والشام والدير كلهم فصلوا من صيتك صوايا هذا برفاعي كان ما يحتار بالقول اببخت حادي حل كل القضايا وجدك محمد البشر نزح من حايل بليل عدير الخوفه على البنوات يروح سبايا وعقد عقده ما تنحل وعلم العربان معنى الثوايا ومحمد الرشيد أخو نور كاون خمسطعش عام وقل عدوانه عقب الخيل تمشي حفايا ابو سعود انت شيخ بن شيخ جبل ما يهزك ريح ولا تهاب المنايا انت المشيت بضروب الصلاطين همصنصل الجدين لباس العبايا مكانك بكل مجلس مقدر وموجود حتى تعدل اللي يميل ببعض الحشايا هنت العبرة بحر الكرم وجود بليه معابير ما تذبح ضعاف المغاتير ألا من الحيل الثناية وين اللي بشر حادي وياسيد وقلهم خلفكم وبسعود بالميدار رافع الراية الفتحية للإعقيدات عيال الأبرز الغايبين والحضروا معايا والرأي تلبيض لإعقيدات بغداد من نسل للجاويد من منقع الطيب واحدهم كلامه ذهب موزون من يحكي معايا تسلم وتعيشك وفندية عدوك دوم مدحور وإن شاء الله تعداك مسهام المنايا إن شاء الله تعداك مسهام المنايا سحلسانك مع تحيات الشاعر أبو برزان الإعقيد عضو اتحاد أدباء العراق المقر العام المرشح إلى اتحاد أدباء العرب المغرب العربي وشكرا شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل عن كلمتك وأيضا قصيدك أبو برزان الآن الحقيقة عودة أخيرة إلى الشيخ أبو سعود في كلمتي الأخيرة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكر الأستاذ غازي فيصل رائد قناة الموصلية الغراء حقيقة هذه القناة لها صدى واسع في عموم العراق وخاصة المحافظة نينوى ونحن دائما نتابعها لأنها دائما تنقل معاناة المواطنين في أيام أيام تحرير الموصل وبعد تحرير الموصل ونشكر كادر الموصلية عامة برئاسة الشيخ والأستاذ غازي فيصل وتحياتنا أن نرجع ونقلها الدكتور للأستاذ القابل شكرا الحقيقة تكلم أخواني وابناء عمومتي عن قبيلة العقيدات وأنا أشكركم وممنون ونشكر الدكتور ونشكر الحضور على تواجدهم إلى هنا مشاهدي الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم آملين أن نلتقيكم في لقاءات جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى شكرا اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة